بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يعلن برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية عن فتح باب التسجيل للانتساب بالبرنامج لهذا العام ويرمي البرنامج إلى استقطاب الطاقات البحرينية الشابة والمتميزة في الجهات الحكومية المختلفة من أجل سقل مهاراتهم وإكسابهم خبرات تساهم في نمو ونحظة المملكة انموذج طموح يعكس جانبا من رؤى سمو ولي العهد في الحرص على الاعتزاز بالكفاءات البحرينية وتشكيل القيادات الشابة برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية منصة إثراء مهني ومعرفي انبثقت من آلية تدريب مكثفة تسقل المهارات وتكسب الخبرات فيساهم ذلك في صناعة جيل مهاري وريادي يقود العمل الحكومي في مختلف الجهات والمؤسسات فتح باب الالتحاق للدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية ويمكن التقدم إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني لمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وآخر موعد لاستلام الطلبات هو 19 مارس في دورته الثالثة يسعى البرنامج أيضا في مواصلة إبراز الشباب واكتشاف قدراتهم ومن ثم توجيه دفتها نحو ما يصب في خدمة البلاد بعد مرجعات البرنامج زملائي في العمل كانوا مهتمين يعرفون عن طبيعة البرنامج كيف كانت الاستفادة؟ كان عندهم ودي أسئلة كيف طريقة التقديم؟ صار منهم متحمسين أنهم يعرفون أكثر عن البرنامج وآلية التقديم وغيرها المكتب ما قصر على طول كان يتابعنا ويتواصل معانا يسأل كيف أمورنا في الشغل؟ على طول كان هناك حلقة التواصل بيننا وبين الجماعة في المكتب استراتيجية مميزة احتوتها هذه الرؤية فتهافتت إليها أعداد كبيرة دفعهم شعورهم الوطني من أجل أن تكون المملكة دائما في مصافي الأمم المتقدمة الهدف من المشاركة في برنامج سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كان للاكتساب الخبرات والتطوير المهارات من خلال التعرف على برنامج عمل الحكومة وآلية صنع القرار في حكومة مملكة البحرين واستطعنا القيام بذلك من خلال العمل على التقارير المحلية والإقليمية والدولية مشاريع متعددة قامت بها هذه المبادرة بمشاركة بارزة من المنتسبين بالبرنامج الذين استثمروا لقاءاتهم بالوزراء والمسؤولين بالقطاع الحكومي لإنعاش خبراتهم وتطبيقها على أرض الواقع من أبرز المهام التي نقوم فيها في برنامج سمو النائب الأول هو الأعداد والمساهمة في عدد من المشاريع الحكومية التي تسهم في رفع كفاءة الأعداء الحكومي على سبيل المثال قمنا بالأعداد للملتقى الحكومي الأول أيضا نظام سجلات التجارية المعروف بأسم سجلات وكذلك أيضا برنامج تواصل هذه نماذج من المشاريع التي قمنا بالمساهمة فيها بالأضافة إلى المهام اليومية المتمثلة في الرصد الإخباري وأعداد التقارير في شؤون المحلية أو الإقليمية أو الدولية كانت تجربة متميزة من خلال لقاء المسؤولين والوزراء من جهات حكومية مختلفة ضمن حوارات وطاولات مستديرة طبعا هذا الشيء خلنا نتعرف على البرامج والتوجهات الحالية للحكومة كذلك تعرفنا على التجارب الشخصية والاستفادة من تجاربهم العلمية والمهنية بيئة محفزة تشعب الإيجابية تستثمر العنصر البشري وتوفر ما تنشده مملكة البحرين من إمكانات وكفاءات من أجل تجسيد الرؤية الاقتصادية 2030 التي تؤمن بالعنصر الشبابي وبالكفاءات الوطنية يأتي هذا البرنامج لأعداد كوادر قيادية في العمل الحكومي لتلفزيون البحرين صالح يوسف